قتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة هل سيؤثر في نهاية التنظيم في اليمن مباحثات أمريكية أردنية تختص بالملف الإيراني إضافة إلى الأزمة السورية واليمانية مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية لهذا العام مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم السيديو الآن أقدمها لكم مباشرة من السيديوهاتنا في دبي طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني الأمم المتحدة بتسليم الحكومة اليمنية آلية عمل لتنفيذ الاتفاق لدراستها وتحديد الموقف منها كما أكد أن تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة سينعكس على موقف الحكومة بعد المشاورات القادمة وشدد اليماني على أن الميليشيات الحوثية مستمرة في خرق وقف إطلاق النار وتعزيز قواتها وحفر الخنادق في الحديدة ونوها إلى أن الحكومة الشرعية مستعدة للمشاركة في أي مشاورات سياسية تدعو لها الأمم المتحدة بشرط تنفيذ اتفاق السويد اتهم وزير هولندي إيران بالضلوع في عمليتي اغتيال في بلاده عام 2015 و2017 ما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة عليها وقال وزير الخارجية الهولندي في رسالة إلى البرلمان إن جهاز المخابرات في بلاده لديه الدلائل القوية على ضلوع إيران في عملية الاغتيال في مدينتي ألميرا ولهاي أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامولسون أن الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات على المخابرات الإيرانية كرد فعل على معلومات حول أنشطة غير قانونية لوكالة استخبارات إيرانية على الأراضي الدنماركية من جهتها جمدت فرنسا أصولا للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين بينما طردت دبلوماسيين خارج أراضيها مؤخرا أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع نظيره الأردني ركزت بشكل خاص على ملفات اليمن وسوريا وإيران في العاصمة الأردنية عمان وذلك في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثمان دول عربية وقال بومبيو أن العمل مستمر مع الأردن لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة ومحاولاتها في الالتفاف على العقوبات وفيما يتعلق بالأزمة السورية أضاف وزير الخارجية الأردني أيمن السفضي أن حل الأزمة السورية هدف استراتيجي للأردن وأن أمن منطقة الركبان وعودة أهالي الركبان شرط أساسي لتأمين الأوضاع على الحدود قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في تفجير مركبة مفخخة في مدينة تيكريت شمالي العراق مصادر أمنية ذكرت أن المركبة كانت مركونة إلى جانب الطريق وانفجرت على مقربة من حاجز لقوات الأمن العراقية كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب عن عزم الحكومة تبنيها قانونا جديدا قد تبدأ بمناقشته في مجلس النواب الفرنسي مطلع الشهر المقبل بهدف تحويل المشاركة في تظاهرة غير مرخصة من مجرد مخالفة إلى جنحة وستطبق فرنسا إجراءاتها الجديدة حول رفع مستوى الاستعدادات الأمنية وتشديد فرض النظام العام بعد أن تم الاعتداء على مقر إحدى الوزارات وخلع باب مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية أثناء احتجاجات السبت الماضي شبه حريق ضخم بناقلة نفط في المياه الجنوبية لهونج كونج اليوم نتج عنه قتل أحد أفراد الشرطة فيما أنقذت السلطات ما لا يقل عن 21 شخص آخرين ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة على بعد حوالي ميل بحري واحد إلى الجنوب من جزيرة لامة قانون صيني جديد لتسييس الدين الإسلامي تفاصيل بعد الفاصل أهلا بكم من جديد بعد أن أكد الجيش الأمريكي قتل جمال البدوي أبرز قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن والمتهم الرئيس في عملية تفجير المدمرة الأمريكية USS Cole في عام 2000 يعد قتله آخر مسمار في نعش تنظيم القاعدة في اليمن خاصة بعد توالي استهداف التنظيم من قبل غارات أمريكية جمال البدوي كان يعد أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة في اليمن ويوصف إعلاميا بكونه الرجل الثاني في فرع التنظيم في اليمن بعد قاسم الريمي زعيم التنظيم هناك وفقا للمحللين فإن قتل البدوي كان ضربة قاسية للقاعدة إذ كان لجمال البدوي دور كبير في الحفاظ على بنية القاعدة في اليمن كما كان له دور في حجد تأييد من القبائل اليمنية وترتيب الخلايا النائمة وبمصرعه خسرت تنظيم هذا الدور كما أن قتل البدوي مكن قبائل يمنية عدة من طرد مسلحي تنظيم القاعدة من أراضيهم التي دخلوها بعد مواجهات عنيفة أدت لقتل العشرات من القاعدة وفرار عشرات باتجاه الجبال والمناطق النائية أيضا قتل جمال البدوي يمنح الجيش الأمريكي تسريبات معلوماتية مهمة عن أماكن قيادات ومقاتلي القاعدة في اليمن في ظل تزعزع التنظيم إثر انشقاق مقاتليه بعد سقوط قياداته وفي ظل الاقتتال الدائر بين تنظيمي داعش والقاعدة في اليمن فإن لقتل البدوي وقعا قويا على الصراع بين التنظيمين الإرهابيين إذ يحاول تنظيم داعش تصوير نفسه على أنه القائد البديل لتنظيم القاعدة في اليمن خاصة بعد خسارة القاعدة لكثير من قياداته المهمة وبعد محاولته الاستفادة من التفكك الداخلي الذي يعانيه تنظيم القاعدة بخسارة قياداته تنظيم داعش يحاول تقديم نفسه للمتعصبين للفكر المتشدد في اليمن بأنه نموذج البديل مستفيدا من فكرة أن قيادات القاعدة يتساقطون واحدا تلو الآخر يذكر أن القاعدة فقدت في عهد الظواهر أكبر عدد من قيادات التنظيم إذ كان الجهد الاستخباراتي الذي تمثل في الاختراق الاستخباراتي للتنظيم منذ زمن طويل هو الذي حسم المعارك مع التنظيم في اليمن ومصر وليبيا والجزيرة العربية وأيضا في سوريا معي من لندن عبر سكايب براء شيبان الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا سيد براء تناولنا هذا الموضوع وأهمية قتل جمال بدوي انطلاقا من الدور الذي يلعبه في التنظيم في يوم قتله اليوم نتحدث تحديدا عن الصراع بين القاعدة وداعش في اليمن يحكى بأنه سيؤثر هذا قتل البدوي هكذا شخصية بهذا الصراع كيف؟ تحية لك وتحية للمشاهدين أعتقد أن المتابع لمسار تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة هي تعيش على إرث حرب أفغانستان وعلى ما يسمى المجاهدين اليمنيين الذين ذهبوا إلى أفغانستان كثير من هؤلاء عندما عادوا الذين هم خصوصا الذين تولوا أنشطة قتالية وعنيفة داخل اليمن تولوا مناصب قيادية داخل التنظيم فبخساراتهم عمليا يذهب الإرث فأنت القاعدة كجماعة تخسر الإرث الفكري والتاريخي التي هي بنت على أساسها التنظيم بينما داعش بالمقارنة هو لا يزال جديد فهي تعيش على أنها في لحظة معينة كانت تختطف كل الأنظار العالمية والإقليمية والإعلامية خصوصا عندما كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا فتبدو للمتعصبين أكثر نموذج حديث أكثر مقارنة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى ذلك تنظيم القاعدة لم يستطع حقيقة إلى هذه اللحظة أن ينتصر في أي معركة حقيقية في مواجهة إما مع الحكومة اليمنية أو حتى مع القبائل أو أي مع أي جماعة أخرى داخل اليمن باستثناء إذا استثنينا معركة أبيان في 2011 وهو انتصار يعني جزئي ومرحلي وكانت له لحظة استثنائية ولكن عدا ذلك لا توجد انتصارات حقيقية تقدمها القاعدة لأتباعها بينما مثلما شرحت داعش لا زالت تعيش على الإرث الحديث أنها حققت انتصار في فترة زمنية قياسية في العراق وسوريا والقاعدة تعيش على إرثها والداعش يعول على الانتصارات التي حققها الانتصارات يعني على أن إثباتوا الإرهاب بالممارسات التي قام بها يعني القاعدة هي كانت تراهن حقيقة القاعدة أن الدولة اليمنية كلها ستنهار وإذا انهارت ربما تستطيع أن تقدم نفسها لكثير من القبائل اليمنية واليمنين بشكل عام أنها نموذج يستطيع مواجهة جماعة الحوثي طبعا بفضل هذا لم يحدث أن الدولة لم تنهار بشكل كامل والذي استطاع أن يتبقى من وجود الدولة استطاع إلى حد كبير الآن في استعادة نفس مكافحة جماعة القاعدة وحتى من كان يعول عليهم القاعدة تنظيم القاعدة من قبائل بشكل عام اللي كان يعني لهم وزن ثقيل وكان يعول على دعمهم فقد هذا الدعم عندما كشف الأويناء الأخيرة هذا صحيح التضح بشكل كبير أن كثير من القبائل حقيقة لم تكن تدعم تواجد القاعدة وكثير منهم ربما كان مضطر في فترات معينة إلى التعامل معها فقط لتجنب شرها ومجرد أنه حصل على دعم في فترة معينة تمكن من أنهم يخرجوا حتى يخرجوا مقاتلية القاعدة من مناطقهم هذا بالتأكيد يؤثر بعد ذلك على المتعصبين أو المتعصبين للفكرة الجهادية داخل اليمن أن جماعة القاعدة تخسر بشكل متكرر فتظهر داعش يبدو كبديل لتنظيم القاعدة بحيث أنها تحاول أن تستقطب هؤلاء بعض المراقبين يتحدثون عن تنسيق محتمل بين هذين التنظيمين يتحدث في الأوقات الحساسة والحرجة التي تمر فيها الجماعات الإرهابية عادة سيد براء هل هذا ما يحدث يعني بالقتل الخسارة قادة بهكذا تنظيمات هل ممكن أن يقود هذا لتنسيق أكبر بينهما أنا شخصيا لا أعتقد وإن كان البعض يعتقد أنه ربما يكون هناك في تنسيق في مستوى معين لكن أنا بالنسبة لي الإرثة والصراع الذي بينهم محتدر وقد حصلت بينهم مواجهات دامية بين الطرفين لا أعتقد أنهم يستطيعوا تحمل وجود الآخر وفي كل منطقة كان يتواجد فيها الطرفين كان يؤدي إلى اقتتال فلا أظن أنه سيؤدي إلى وجود تنسيق بمستوى أنهم بإمكان أن يوحدوا الجهود بالطريقة التي يتخيلها المتابعة العادي أنا أشكرك من لندن كنت معنا عبر سكايب سيد براء شيبان الخبير في الجماعات المتشددة كشفت الصين عن خطط تهدف إلى إطفاء طباعها الخاص على الدين الإسلامي في غضون أربع سنوات ما يغذي مخاوف من قمع الأقلية الأيغورية وأعلنت الصين خططا لجعل الإسلام أكثر توافقا مع الاشتراكية وسط مخاوف متزايدة من حملة قمع ضد مسلمي الأيغور المزيد في هذا التقرير في خطوة تغذي مخاوف من قمع الأقلية الأيغورية أعلنت الصين عن خطط تهدف إلى إطفاء طابعها الخاص على الدين الإسلامي في غضون أربع سنوات كما أعلنت الصين عن خطط تزعم أنها تجعل الدين الإسلامي أكثر توافقا مع الاشتراكية وسط مخاوف متزايدة من حملة قمع ضد مسلمي البلاد وتثير هذه الخطوة المخاوفة بشأن ما يسمى معسكرة إعادة التثقيف في منطقة شينجيانج في الصين حيث يعتقد أن مليون أو أكثر من الإيغوري وأقليات مسلمة أخرى محتجزون داخل هذه المعسكرات من جهة ثانية أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشلت الشهر الماضي إن مكتبها يسعى للتحقق من التقارير المقلقة للمراكز التي قالت منظمة العفو الدولية إنها تدار مثل معسكرات الاعتقال في زمن الحرب وفي مؤشر على أن حملة القمع ضد المسلمين قد تنتشر إلى مناطق أخرى أعلنت بكين يوم الأحد أن منظمات إسلامية في ثماني مقاطعات وافقت على توجيه الإسلام ليكون متوافقا مع الاشتراكية الكونغرس الإيغوري العالمي وهو منظمة في المنفى أكد أن بكين تستخدم الذنوب والخطايا لمحو الإسلامي من الصين وفي خطوة مفاجئة سعت مجموعة من 15 سفيرا غربيا في بكين تقودها كندا إلى لقاء مع المسؤول البارزي في المنطقة وهو رئيس الحزب الشيوعي تشين كانغو للحصول على تفسير للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بكين من جهتها رفضت ذلك وبدأت حملة دعائية نشطة على نحو متزايد للدفاع عن أفعالها في شينجيانغ في مواجهة غضب من النشطاء والباحثين والحكومة الأجنبية وخبراء حقوق الأمم المتحدة أعربت الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية من دون تنسيق مع مجلس منبج العسكري نافيا دخول قوات النظام السوري إلى المدينة يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه أهالي المدينة حالة من الترقب المشوبة بالحذر في التطورات الأخيرة في المنطقة تبدو الحياة طبيعية عند الدخول من بوابة منبج فما إن تتجول في شوارع المدينة الواقعة في محافظة حلب شمالية سوريا حتى تشاهد المحالة تجارية مشرعة الأبواب أمام المتسوقين على تقاطعات الشوارع ينشر مجلس منبج العسكري قواته حفظا للأمن في المدينة التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بمساندة المجلس العسكري من تنظيم داعش قبل أكثر من سنتين نحن نعوّل على أبناء مدينة منبج إن كان الإدارة المدنية الديمقراطية أو مجلس منبج العسكري أو حتى قوى الأمن الداخلي نحن من يدير مدينة منبج ونحن قادرين على حماية المدينة من أي تدخل خارجي كان تركي أو أي تدخل خارجي على مدينة منبج يهدد أمن واستقرار المدينة شباب منبج إن كان قوات مجلس منبج العسكري أو قوى الأمن الداخلي يسهرون على الأمن والأمان في مدينة منبج هدوء المدينة ربما عكرت صفه الأحداث التي مرت سراعا في الأيام القليلة الماضية فالأنباء التي تحدثت عن تقدم قوات النظام إلى مدينة منبج السيطرة عليها وتهديد فصائل المعارضة الموالية لتركيا من جهة أخرى ذلك فضلا عن نية القوات الأمريكية الانسحابا من سوريا دفعت المجلس التشريعية في منبج إلى تأكيد أهمية الحوار في الحفاظ على المدينة وأهلها باب الحوار مفتوح مع أي طرف سوري إن كان مع النظام أو إن كان مع المعارضة الداخلية باب الحوار مفتوح ونقول نحن أهالي سوريا نحن من سيكون حل بأيدينا نحن وليس من أي طرف خارجي توتر يشوبه الحذر هي الحالة التي يعيشها أهالي منبج هذه الأيام فما يدور حول احتمال تسليم المدينة للنظام السوري يدفع كثيرا من الشباب للبدء بالبحث عن مناطق أخرى للإقامة فيها فإذا النظام والله شوية الوضع يصير أخطر شوية علينا على الشباب فبالنسبة لكبارة والما عليهم يعني شتونا دي أقول لك جيش أو إحنا تركنا دراستنا على أيام أول والسيادة أريد أن نسوي دراسة ما يمشي الحال خالص ما راح أبقى هون خالص يعني بدي أشوف لمنطقة أمنة غير هذه المنطقة أرجع أرجوع يعاني أهالي منبج من عدم استقرار الوضع الأمني والعسكري فهذه التطورات التي تحيط بالمدينة ترفع سعر الدولار كما أنها تؤثر في توفر فرص العمل اسمعنا كثير تعديدات طبعا بالنسبة للشهاد يعني بيأثر لموضوع الشغل والحركة بيخف موضوع الشغل لأنه الناس من أيام داعش خلاص صار عندك تئاب الناس صارت تخاف صار في عندنا حالة خوف وحالة رعب بصراحة الشغل بيضاف شوية يعني الحركة ضعيفة خيفة الدولار النغالي يعني طلاع هاي هي بس والله الشعب كل يخاف ومس أين يعني كل يخافوا من الحرب يعني بين تأكيد ونفي لدخول نظام السوري ومؤسسته الأمنية إلى منبج وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية أو دخول قوات درع الفرات والقوات التركية إلى المدينة وخروج التحالف الدولي من منبج تدور عجلة الحياة في المدينة ويبقى أهلها في ترقب مستمر لما ستأول إليه أحوالهم فاصل قصير نتابع بعده ميسي يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق أهلا بكم من جديد بدأت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغس الأمريكية بمشاركة كبرى شركات تكنولوجية حول العالم وطرحت في اليوم الأول من المعرض التقنيات واختراعات أذهلت الزوار سواء على مستوى الأجهزة الألكترونية أو المعالجات الرقمية والهواتف المحمولة إضافة إلى غيرها الكثير من الابتكارات التكنولوجية الفريدة انطلقت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES اليوم في مدينة لاس فيغس الأمريكية تحت شعار الذكاء الاصطناعي للجميع في كل مكان والذي يعد أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم لم يمضي اليوم الأول من المعرض قبل أن تفاجئ شركات التكنولوجية الزوار بابتكارات مذهلة كان من أبرزها قفل لا يفتح إلا ببصمة إصبع صاحبه وإن كنت تشعر بثقة للحقائب خلال السفر فلا عليك معرض CES قدم إليك الحل عبر طرح أول حقيبة سفر في العالم تسير بجوارك ربات المنازل كان لهن نصيب في معرض CES عبر طرح أول اختراء في العالم يغسل الثياب ويقدمهن جاهزات بعد كويهم وطيهم وكان لتقنيات تحضير الطعام نصيبها من اليوم الأول من المعرض بعد إطلاق روبوت يعد 235 رغيف خبز في اليوم بمعدل رغيف كل 6 دقائق وفاجأت شركة رويل الأمريكية الناشئة شركات الهاتف المحمول العملاقة بابتكارها أول هاتف قابل للطي في العالم الأمر الذي اعتبره مراقبون هزيمة للشركات المنافسة العملاقة أجهزة التلفاز التي تحتل نصيبا وافرا في معرض CES قدمت بتقنيات مايكرو LED الفائقة والتي تتميز بتكنولوجيا لانبعاث الذات المتطورة والقدرات المعيارية عبر تقديم صورة لا تضاهى بجودة ودقة استثنائيتين لم تشأ شركة جوجل العملاقة إلا أن تشارك بابتكارات مميزة في المعرض العالمي إذا عدت رحلة تفاعلية لزوارها في جناحها بالمعرض وشهد اليوم الأول من المعرض الذي يعقد سنويا في لاس فيغاس إعلان شبكة الاتصالات الأمريكية AT&T عن تشغيل شبكة 5G ومن التطورات التي شهدها اليوم الأول من معرض CES إعلان شركة سامسونج العملاقة عن ضمها برنامج iTunes عبر أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها خلال العام الجاري أعلنت شركة أنتل الأمريكية في المعرض عن بيع معالجها الجديد زيون لأجهزة كمبيوتر الخادم والمسمى بحيرة كاسكيد إلى أخبار الرياضة وكأس آسيا لهذا العام افتتح المنتخب العراقي مسيرته في بطولة كأس آسيا 2019 بفوز صعب على نظيره الفيتنامي 2-3 بملعب مدينة شيخ زايد الرياضية في أبوظبي وذلك في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة التي تستضيفها الإمارات جاء هدف بيتنام الأول بنيران صديقة عبر علي فائز عطية الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يتمكن أسود الرافدين من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق مهند علي كاظم الذي أحرز بدوره هدف الفوز لمنتخبه في الدقيقة التسعين نبقى في ذات السياق إذ يفتتح منتخب السعودية في هذه الأثناء مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في دولة الإمارات بمواجهة كوريا الشمالية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة يتطلع الأخضر السعودي للفوز على كوريا الشمالية لتحقيق بداية قوية في البطولة وحظ ثلاث نقاط هامة ستسهل بشكل كبير مهمته في حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل قال الأرجنتيني سانتيغو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن الفريق سيلعب مباراة الغد أمام ليجانيس في ذهاب ثم نهائي كأس ملك إسبانيا بكل حماس مضيفا بأنهم سيواصلون العمل من أجل التحسن خاصة من جانب تسجيل الأهداف كما دافع سولاري عن لاعب الوسط لوكا مودريد بأن كلماته قد حرفت ووصفه بالذكي داخل الملعب وخارجه وهذا سبب فوزه بالكرة الذهبية نبقى في أخبار الرياضة أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي في العاصمة السنغالية داكار لاختيار البلد المستضيف للبطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا وحصلت مصر على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا فيما امتنع اتحاد واحد عن تصويت اقترب مهاجم برشلونة النجم الأرجنتيني ليونال ميسي من تحطيم رقم قياسي جديد لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم وقال موقع نيجيري أن ميسي سجل الاثنين هدفه 399 هدف 399 في الليجة وكان قد بلغ لاعبون آخرون مثل الفورتغالي كريستانو رونالدو 400 هدف في كل الدوريات الأوروبية لكن لا أحد منهم حطم هذا الرقم في بطولة واحدة في ملعب لكرة القدم مهى توجه اللاعبين بالتعليمات مثل أي مدرب آخر لكن بفارق واحد أنها امرأة في عالم أغلبه من الرجال تعمل مهى حاليا كمدربة مساعدة لفريق نادي المحافظة لكرة القدم للرجال في دمشق هي أول امرأة تشغل مثل هذا المنصب في نطقة الشرق الأوسط واستطاعت تحقيق انتصارات عدة مع فريقها منذ توليها المنصب أدغط 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 تفكرة كتير كانت جميلي وجديدي على المجتمع وعلى آسية بشكل عام كنت فيها أول أنثى أو أول مدربي بالشرق الأوسط بتدرب كرة قدم أو مساعدة تدريب لفريق رجال الحمد لله عملنا الدوري المرحلة الأولى من الدوري اجتزنا بي ولا خسارة وكمان أول مباراة بالكأس كمان ربحناها كان عنا فقط تعادلين نتائج كتير مرضي وشميلي وعطتني دعم كتير معنوي ونفسي التدريب هو علم قبل ما يكون عم يؤدي العلم هذا أنثى أو ذكر هو علم لما بكون هذا الشخص اللي عم يعطي هاي الرسالة هي رسالة التدريب للفريق واسق بمعلوماته وعم بيؤدي معلومة صحيحة عم بيكون له كريزمة خاصة قيادية بأرض الملعب هاي ما ما بتفرق بين شابه وبندي كشفت شركة طيوتا عن سيارتها الجديدة من تراز لاكسس في معرض سي إي أس الفين وتسعة عشر لتكنولوجيا في لاس فيغس زودت طيوتا سيارتها الجديدة بنظام مساعد ألي يعتمد على الذكاء الاصطناعي هو شبيه بنظام المساعدة الألية المستخدم في الطائرات المقاتلة دائما للمزيد يمكنكم متابعات هنا على موقعنا الالكتروني تواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر ومتابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته أنا أشكركم من سيديوهاتنا في دبي على المتابعة ترجمة نانسي قنقر